السلام عليكم وأهلا بكم في فيديو جديد يوم الخميس اللي فات وتحديدا في تاريخ 9 مايو من سنة 2024 ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في الوطن العربي كله بمقطع فيديو تم تدوله على نطاق واسع المقطع كان لبيت العيلة واللي كان فيها 12 شخص وكانوا في حالة مفيش اي حد كان يقدر يتخيلها طبعا حالة من الفزع والخوف صابت كل الناس اللي شافت مقطع الفيديو ونقسم الرأي العام ما بين بعض الاشخاص اللي بيقولوا ان الواقع مدبرة وان في بعض الاشخاص داخلوا للبيت وارتكبوا فيه كل الفضائع دي ولكن افراد الشرطة من خلال رسالة صوتية ارسلها الجاني لواحد من اصدقائه حسموا الجدل تماما وكشفوا للعلن عن كل التفاصيل عن الواقع وايه اللي حصل فيها بالزبط علشان تعرفوا ايه الحكاية تابعوا معايا الفيديو للنهاية اشتركوا في القناة بتدور احداث حكايتنا في العراق تحديدا في محافظة البصرة هناك كان عايش شخص عمره 45 سنة بيعمل كمقاول عقارات وكان اسمه عباس ابو علي عباس كان متزوج من سيدتين واحدة منهم كانت عراقية والتانية سورية الجنسية مش معروف هل هو انجب من الزوجة السورية ولا لأ ومش معروف كمان عدد ابنائه من الزوجة العراقية ولكن كل اللي معروف عن ابنائه واللي تم ذكرهم في خلال تفاصيل القضية هم بنتين فقط من ابنائه واحدة من ابناء عباس كانت متزوجة وانجب الطفل واللي كان عمره سنة والبنت التانية كانت مقيمة معهم في نفس البيت والبيت ما كانش مقيم فقط فيه عباس وبناته وزوجته ولكن كان مقيم معاه كمان امه وسبع من اخواته وفي مساء يوم 8 مايو من سنة 2024 واحد من اصدقاء عباس طلق منه رسالة صوتية واللي كان عباس فيها بيوصيه على زوجته السورية وبيقوله انه هو حطتها في امانته وانه هو لازم ياخد باله منه ويرعاها الصديق في الوقت ده ما كانش فاهم هو ليه عباس بيوصيه على زوجته وإيه اللي يخليه انه يعمل حاجة زي دي دلوقتي ولكن لما كمل بقية الرسالة لقى ان عباس كان سايب له وصية كشف فيها ليه انه هو انها حياة افراد اسرته وانه هو في الوقت الحالي على وشك انه هو ينهي حياته هو ده بس اللي ذكره في خلال الرسالة الصوتية ما قالش ايه الاسباب ولا ايه الدوافع ولا ايه اللي خلاه انه هو يرتكي بالفعلة الشنيعة دي في افراد عيلته الصديق اتحرك فورا في اتجاهه لبيت عباس علشان يحاول انه هو ينقذ الموقف ولكن بكل اسف لما وصل لهناك كان الاوان فات على انه هو يدخل او يقدر يعمل اي شيء وفي الوقت ده ما كانش فيه اي حل قدامه غير انه هو يتواصل مع افراد الشرطة ويبلغهم بكل التفاصيل افراد الشرطة لما وصلوا للمكان والجيران ابتدوا انه هما يعرفوا عن تفاصيل الوقعة كانوا بيقولوا انه مستحيل عباس يرتكي بالفعلة دي لانه هو كان معروف في المنطقة بحسن الاخلاق وحسن السمعة وانه عمرهم ما شافوا منه اي امر يدل على انه ممكن يكون فيه وحش كامل جواه ابتدت الاخبار تتداول على مواقع التواصل الاجتماعي بانه وارد انه تكون الواقعة مدبرة وانه يكون حصل عملية سطو مسلحة على بيت عباس من خلالها تم انهاء حياته وحياة افراد اسرته وان المشهد تلفق وكأنه هو اللي ارتكب كل الجريمة المنزل اللي وقعت بالجريمة هو خلفي حاليا وهو مطوق امنيا للحفاظ على الممتلكات والاشياء اللي موجودة لحد الان مسرح الجريمة ما زال موجود الدماء موجودة في الغرفة خليكم شوفون هذا هو البيت حاليا وهذه قوات الامنية حاليا اللي تحرس هذا البيت من اجل الحفاظ على الممتلكات البيت مفتوح من جوه لكن تعرفون امر قضائي الدخول اليه والشرطة فقط موجودين عند الاطراف شفتوا هواية فيديوهات جيران الناس اللي ابدوا باللقاءات حجوا كانوا متشككين من هذه الرواية بينهو قتلهم وغيرها بعد ما صدرت النتاج الاولية خلينا نقول للتحقيقات واثبتها بينهو الابشال الاسلاح وقتلهم هل اتغيرت هاي وجهة النظر عند الاهل المنطقة وقرايبه وبعضهم قرايبه واهل المنطقة مصرين على انه صارفت شي غير هاي الرواية الكل اجمع سواء كانوا من الجيران من الاقارب من معارف الرجل على انه هذا الرجل حسن السير والسلوك نعم وهذا الرجل هو رجل كادح ولديه اكثر من بيت يعني رجل احنا نقولها بالعامية ملاك ولديه قطأ عراضي وهو مقاول يعني مو بذلك الفجاعة او بتلك السمعة اللي سمعناها باعتبار انه مطلوب مبلغ كبير في هذا الشارع لديه بيتين البيت الاول اللي هو خلفه والبيت الاخر اللي هو للزوجة الثانية اللي هي اعتقد من الجنسية السورية نعم في هذا المكان فقط لكن موضوع انه هو قام بقتل هذه العائلة وقتل نفسه هو موضوع ما زال صدمة كبيرة للاقارب والجيران الكل اسحاليا انا من وقفته هنا قبل لا نطلع مباشر اقرب واحد ابو الدكان مدح مديح كبير بهذا الرجل كونه مرتزم دينيا وكونه حسن السير والسلوك وما فد يوم من الايام يعني تم سماع اي اشاعة او اي شيء يلوث سمعته وبعد ان قام بعملت القتل اتصل بصديقة برسالة صوتية بالتليفون واخبر بانه زوجة السورية في ذمته وانه قام بقتل جميع افراد العائلة وانهر رسالة الصوتية ودخل اجهز على نفسه ببندقية ولكن زي ما انتوا عارفين ان افراد الشرطة ما بيعترفوش بالاقوال اللي بيتدولها الجيران عن حسن السير والسمعة وكل الكلام ده هما لازم يكون معاهم ادلة قوية وملموسة علشان يقدروا يأكدوا او ينفوا هل عباس كان متورط وهو اللي ارتكب الجريمة ولا فيه تدخل من شخص خارجي افراد الشرطة لما بدأوا ان هما يفحصوا البيت في البداية لقوا ان البيت كان فيه غرفتين كل غرفة فيهم كان فيها عدد من الضحايا اول غرفة دخلوا ليها واللي كان فيها اكبر عدد وكان فيها حوالي عشر اشخاص ام عباس واخواته وبنته المتزوجة وطفلها اللي عمره سنة الغرفة كانت كارثية كانت ملطخة بالدماء بالكامل واجساد الضحايا كانت في كل مكان بالاضافة ان افراد الشرطة لقوا ان الرصاص اللي تم اطلاقه على الضحايا كان بيتم اطلاقه بصورة عشوائية لدرجة ان الجدران كان فيها ثقوب بسبب الرصاص اللي تم اطلاقه والغرفة التانية كان فيها زوجة عباس العرقية بالاضافة لبنته واللي كانت مقيمة معهم في نفس البيت اما عن عباس فلقه وجسده كان ممدد في وسط البيت بعد ما اطلق الرصاص على نفسه وكشفت الشرطة في البصرة ان عباس اطلق الرصاص من خلال بندقية كان بيمتلكها وانه هو اطلق على افراد عيلته حوالي 90 رصاصة واللي كانوا عبارة عن 3 خزن للبندقية طبعا كل التفاصيل دي اكدت شكوك سكان المنطقة اكتر اول سبب لانهم كانوا بيقولوا ان مستحيل شخص يقدر يسيطر على العدد ده كله بدون ما اي حد فيهم يحاول ان هو يهرب او يطلب المساعدة وكمان قالوا ان هما ما سمعوش صوت الاطلاق بالصورة دي وان كل اللي هما سمعوه هما الرصاص اللي تم اطلاقه في النهاية بمعنى ان وارد يكونوا سمعوا الرصاص اللي تم اطلاقه على عباس فقط اما الرصاص اللي تم اطلاقه على افراد العيلة فما فيش اي حد سمعوا لس مخازن مو مخزن واحد الغرفة يعني مثقبة بالكامل مخزن واحد وخلص المخزن الثاني اي تسعين اطلاقه لكن الجيران ما سمعوا الا بعض الاطلاقات في نهاية المطاف كونه في غرفة مغلقة وفي اخر البيت وده كان امر غريب جدا لان الاطلاق كان من خلال بندقية ازاي ما فيش اي حد سمع صوت اطلاق الرصاص واحنا هنا بنتكلم عن تسعين رصاصة مش بنتكلم عن رصاصة ولا اتنين صديق عباس اتقدم لأفراد الشرطة بالرسالة الصوتية اللي ارسلها لي عباس قبل ما ينهي حياته وابتدى ان هو يعرضها عليهم وبالفعل لما كانوا بيسمعوها صوت عباس هو اللي كان موجود في الرسالة الصوتية وان رواية صديقه عن محتوى الرسالة الصوتية كان صحيح وعلشان كده قرر افراد الشرطة ان هما ياخدوا تفريخ كاميرات المرأبة لبيت عيلة عباس علشان يشوفوا الحركة اللي كانت هناك وهل فيه اي شخص من خارج البيت دخل او خرج قبل انهاء حياة العيلة ورصدت كاميرات المرأبة ان عباس هو الشخص الوحيد اللي دخل للبيت ومن بعده مفيش اي حد من افراد العيلة ولا خرج من البيت ولا فيه اي حد غريب دخل بعده خرج لوحده وكان باين عليه في خلال كاميرات المرأبة ان هو متوتر وقف في جاراج البيت وكان ماسك تليفونه وكان واضح ان هو بيسجل رسالة صوتية التوقيت اللي ظهر في خلال كاميرات المرأبة بارسال عباس للرسالة الصوتية كان هو نفس التوقيت اللي وصلت الرسالة الصوتية فيه لصديقه بمعنى ان بكل تأكيد وان الشرطة في البصرة متأكدين من ان عباس هو اللي ارسل الرسالة لصديقه بمحض قرطه وانه ما كانش مضغوط عليه ولا ان فيه اي شخص زي في صوته وكان بينتحل شخصية عباس مثلا افراد الشرطة لما سألوا عن الزوجة السورية وهل هي كانت موجودة في وقت الوقع ولا لا اكتشفوا ان هي عايشة في بيت منفصل عن بيت العيلة ولكن كان امر غريب جدا بالنسبة لهم ان عباس يقرر انه ينهي حياة عيلته بالكامل بما فيهم امه واخواته وبنته اللي كانت جاياله في الزيارة مع طفلها ولكن ما يقربش من زوجته التانية نهائيا ويحاول انه هو يوصي صديقه عليها افراد الشرطة لما بدأوا انهما يتعمقوا في حياة عباس اكتر علشان يعرفوا خلفيته وايه ظروف حياته لقوا انه هو بيعمل كمقاول عقارات وانه هو حالته المادية ميصورة وبيمتلك قطع اراضي وعقارات متعددة ولكن اكتشفوا انه في الفترة الاخيرة كان عنده ازمة مالية اختلفت المصادر في ذكر الازمة المالية دي البعض منهم بيقول ان عباس كان اخذ قرد وكان من المفروض انه هو هيستثمر القرد ده في عمله وبعد كده يبتدي انه هو يسدده على قصات وبعض المصادر الاخرى بتقول ان عباس اقترد مبلغ علشان يديه لواحد من محيط معارفه لانه كان بيمر بضائقة مالية وطلب من عباس انه هو يساعده على اي حال اللي تذكر في المصادر وكان مؤكد بان عباس زي ما بنقول كده اتنصب عليه في المبلغ اللي اقترده وابتدى الاشخاص اللي كان من المفروض انه هو يسدد لهم المبلغ يطلبوا بحقهم وفي الوقت ده عباس ما كانش قادر انه هو يسدد المبلغ وكان بيمر بأزمة نفسية قوية جدا وصرح مصدر مسئول من الشرطة في البصرة بان هو ده كانت دافع وراء ارتكاب عباس للجريمة بان هو انا حياة افراد عيلته وحياة نفسه علشان يتخلص من كل الديون المتركم عليه سكان المنطقة وعيلة عباس وكل الاشخاص اللي كانوا بيسمعوا عن الواقع كانوا بيستغربوا جدا زي ما قلتلكم ان عباس كان ميسور الحال كان بيمتلك اراضي وعقارات وكان عنده عمله لو حتى كان اقترض مبلغ وكان عليه بعض الديون ولو حتى اتنصب عليه في المبلغ ده هو يقدر يبيع اي عقار او اي قطعة ارض بيمتلكها ويقدر انه هو يسدد المبلغ حتى لو هو اتنصب عليه ولكن بعض من علماء النفس بيقولوا ان عباس ازمته ما كانتش في الفلوس نفسها هي ازمته كان في شعوره الداخلي بانه هو اتدحك عليه وانه فيه شخص خدعه وانه هو ما كانش قادر يتحمل الفكرة ولا قادر يواجه افراد اسرته بالحقيقة دي وعلشان كده قرر انه هو ينهي حياته وينهي حياتهم قبله الكل في الوطن العربي كان بيسأل عباس جاب السلاح منين وهل هو كان مجهزه علشان يرتكب بيه الجريمة وفيه مسؤول من الشرطة في البصرة جاوب على السؤال ده وقال ان القانون في العراق بيبيح لاي شخص انه هو يمتلك في بيته قطعة سلاح بهدف الحماية والدفاع عن النفس بسبب ضغوط مالية قام بارتكاب هذه الجريمة سيادة العميد اليوم هذا يمكن طلعنا للواجهة مرت اللخة وهذا الملف ايضا وزارة الداخلية يعني لازم تهتم بيه اللي هو السلاح هذا السلاح اللي كان عند هذا الشخص هل هو مرخص يعني هو جايبا ام هو سلاح غير مرخص ورجعتنا للواجهة من جديد السلاح المنفلت والسلاح اللي لدى المواطنين اللي يساون بأي شيء يعني استاذ بالفاضل هي المشكلة ليست في موضوعة السلاح المشكلة بالتعامل مع السلاح اليوم حتى في قانون حصر السلاح وتنظيمه بيد الدولة اجاز لكل مواطن الاحتفاظ بقطع السلاح واليوم احنا ما نقدر نمنع انسان يمتلق قطع السلاح داخل داره اذا اراد ان يرتكب جريمة اليوم الانسان اذا قرر ان يكون مجرما لا حدود للجريمة كما شاهدنا في هذا الموضوع السلاح الموجود بحوسته لم تتوفر لديه لم أسأل عن هذا الموضوع اذا كان ملخص او غير ملخص بالتالي هو نفذ الجريمة بسلاح هذا الموضوع يخضع للمحاققين وننتظر مع اذا كان السلاح ملخص او غير ملخص ولكن مع ارتكاب عباس فعلة شنيعة زي دي بالسلاح اللي كان من المفترض انه يحمي بيه افراد عيلته ويحمي نفسه اعتقد ان السلطات في العراق هتعيد النظر بالسماح لبعض الاشخاص بان هما يمتلكوا سلاح في بيتهم لحد هنا الوقع بالفعل غريبة ومرعبة ومأساوية ولكن اللي اصار الجدل اكتر في الوقع هو تسريب مقطع فيديو واللي تم تدوله على نطاق واسع جدا في كل الوطن العربي المقطع كان بيظهر فيه مصرح الجريمة وكان بيظهر فيه الضحايا وهم على الارض وكل شيء كان موجود جوه البيت بدون اي فلترة وبدون اي حجب لأي شيء وطبعا المقطع ده كان صادم لابعد الحدود ومفيش اي حد كان قادر يصدق ازاي مقطع زي ده تم تسريبه بعض المصادر بتقول ان اللي صرب المقطع ده هو حد من افراد الشرطة في محافظة البصرة نفسها وانه في وقت التحقيق في الجريمة هو دخل وابتدى انه هو يصور بتليفونه وصرب المقطع وكأنه بيعمل صبق صحفي في لقاء تم مع مسؤول من الشرطة في البصرة صرح بان القانون في العراق بيجرم وبيمنع وبيحاكم ويحاسب اي شخص يصور اي صورة للضحايا او اي صورة لمتهم ما لم تثبت ايدانته وان ممنوع تدول صورهم او اسمائهم باي شكل او باخر وان الشخص اللي صرب مقطع الفيديو سواء كان شخص من سكان المنطقة او من افراد الشرطة هيتم محاسبته ومحاكمته على فعلته وعلى تسريب مقطع الفيديو يوم امس كان المقطع الفيديو الذي انتشر اولا وانتشر بشكل سريع على مواقع التواصل الاجتماعي بدون فلترة بدون تغويش شخص يعني يبدو انه هو من الداخلية لانه انا كنت اسمع صوت اخر يقول ممنوع التصوير لا يمكن التصوير اذا كان من خارج عن الداخلية والرجال الامن فممنوع الدخول ان هذا مسرح جريمة المفروض يغلق واذا كان من الداخلية اتمنى ان يكون هناك تحقيق لمعاقبة من يسرب مثل هكذا مقاطع ممنوع منعا باتا فانا اتمنى ان يكون تحقيق بهذا الموضوع واعطاء اوامر صارمة وحقيقية ومخيفة ومرعبة وقاسية لكل رجال الامن عدم التصوير واي واحد يصور يتم فعلا يعني معاقبته منه يسرب المقطع نعم ستعزل الآن اتفق معك تماما وأضم رأيي الى رأيك تسريب هكذا مقاطع وهكذا جرائم موضوع مخل تماما وغير صحيح وقبل ان تذكرين هذا الموضوع فتح تحقيق موسع بهذا الموضوع شك المجلس التحقيقي بامر وزارة الداخلية طبعا لمعرفة من الذي قام بتسريف هكذا بديوات في العرف القانوني وفي القانون والتحقيق مسرح الجريمة خط احمر ومصان ولا يجوز تسريبه وفتح تحقيق بهذا الموضوع وسيحاسب الفاعل مسرح الجريمة لا يجوز تسريبه الوزارة الداخلية لا تسمح بهذه المخالفات اطلاقا مرهة عادة وبرغم من تصريحات الشرطة في البصرة وحسمها للجدل بان الامر بان عباس هو اللي ارتكب الجريمة في البداية وبعد كده انهى حياته الا ان الرأي العام منقسم ومختلف في الرأي والبعض منهم بيقول ان الجريمة تمت بقابعات سياسية وان وارد ان عباس يكون تم الضغط عليه علشان يرسل الرسالة الصوتية لصديقه ويبان الموضوع كأنه هو اللي ارتكب كل شيء والبعض الاخر بيقول انه مستحيل يكون هو ده اللي تم لان لو عباس تمت ضغط عليه علشان يرسل الرسالة دي فهو ارسلها بعد انهاء حياة عيلته ايه الشيء اللي ممكن يتضغط بيه عليه بعد ما حياة عيلته بالكامل انتهت وان هو على وشك انه يتم انهاء حياته اوما بين مؤيد ومعارض لتصريحات الشرطة افراد الشرطة بيأكدوا ان عباس هو اللي ارتكب الجريمة وان مفيش اي تدخل خارجي لانهاء حياة افراد العيلة وانهم معاهم ادلة قوية يقدروا ان هم يثبتوا بيها صحة كلامهم وهي تفريخ كاميرات المرأبة والرسالة الصوتية اللي ارسلها عباس لصديقه في الوقت الحالي فيه مطالبات كبيرة جدا ووسعة بيطالب فيها سكان البصرة بالتحقيق مع الزوجة السورية لانهم حاسين ان الامر غريب ومريد جدا لان عباس يني حياة العيلة كلها ولكن يقرر ان هو يسيبها في حالها وما يقربش منها تماما وطبعا حالة من الانهيار صابت السكان في الحي اللي كان عايش فيه عباس والده وخاصة حما بنته واللي كان جدا طفلها واللي كان مش مصدق ولا مستوعب ازاي عباس قدر ان هو ينهي حياة بنته وطفله عمره سنة خطار اجهم ومرتهم خطار اجهم وهي الخطار راح ولد عمره سنة والله يوم يوم ربي يوم يوم خطار راح عبرولي قاله عباس عيل تمكتول شو جادل لنا حتى الطفل الرضيع العمره سنة يعني ما حزم شوية مجرم ما يشوي العمره سنة سنة ايه ايه باوعلى اتباع ليه باوعلى والله ماش تباعلى ان هيستغري بيضحك للرايح والرايحة في الوقت الحالي هي دي كل التفاصيل اللي نعرفها عن جريمة البصرة ومافيش اكتر من كده وبوعدكم ان هتابع مجريات التحقيقات ولو فيه اي جديد جد في القضية همدوكم بيه فورا التحديث اللي معانا النهاردة هو تحديث في قضية جانيت السودانية والاحداث اللي حصلت لها على ايد واحد من جيرانها في العقار اللي كانت عايشة فيه مع اسرتها اول جلسات المحاكمة كانت في تاريخ 9 مايو من سنة 2024 يعني يوم الخميس اللي فات واللي فيها وقف محامي الدفاع وكان بيطالب بعرض المتهم على المصحة النفسية وتقييم حالته النفسية والعقلية وطلب تأجيل لجلسة المحاكمة لحين النظر في ملف القضية والحين اصدار تقرير طبي بيثبت او بينفي مدى مسئولية المتهم عن ارتكابه الجريمة وبالفعل القاضي حكم بايداع المتهم في مصحة للامراض العقلية والنفسية لدراسة حالته ولرصد تصرفاته لمدة 3 اسابيع وتحدد معادل الجلسة الجاية واللي بإذن الله هتكون في تاريخ 1 يونيو من سنة 2024 طبعا لابت المحامين اللي بيلعبوها في كل قضية بانهما يشككوا في مدى صحة السلامة والقوى العقلية للشخص اللي ارتكب الجريمة ولكن المتهم في حالة جانت اعترف بالجريمة ومثلها وما فيش اي شك بانه هو اللي ارتكب الجريمة ومش حد غيره بالاضافة ان اخت جانت واللي تم الكشف انها في الوقت اللي كانت بتلعب فيه في بيت الجيران شافت شخص وهو بياخد اختها ولكنها في الوقت ده خافت انها تروح تقول لامها وتأخرت على مراحة قالت لامها وما كانتش البنت قادرة تتعرف مين الشخص ده هي بس كانت عارفة ان في حد اخد اختها ومشي بيها البنت اول ما شافت المتهم اتعرفت عليه وقالت ان هو ده الشخص اللي اخد اختها من قدام بيت الجيران وانها شافته وهو شايلها وماشي بيها وبعد جلسة المحاكمة حصل لقاء مع الأم والأب وقسرة جانيت واللي كانوا وقفين قدام قاعة المحكمة واللقاء ده الأم طلعت فيه بتصريحات نارية واللي الكل فيها كان مستغرب التصريحات اللي هي قالتها وكانت بتهاجم فيه بشكل مباشر المصريين بصفة عامة في يوم تسعة واشر لعيال ميز من طفل بيلعبوا عند الجيران فنسيوا الباب مفتو فجانيت سعفت على عند الباب يا لسه بتسفق بس على بيدوية فاللي حصل إنه أختها أميرة كانت معها ستة سنين فقالت سمعت أختها سرخت فجت جارية من جوة لقيتها في واحد واخدها نازل بيها تحت فبيقول إنت واخد أخت موديها فين فهو ما رضاش نزل على طول فهي تخدت جات جارية فو عشان تقول لي ما إدرتش تتكلم هاي بعد كده تكلمت فوقتها نزلنا بندور بندور أنت في الوقت ده كنت نايمة لا ما كنتش نايمة أنا كنت نايمة صحيح عاديم في البيت عادي كاي أخدها المنبي صابت أخدها مني عندنا على طول تحت من البيت من البيت اللي عندي جراني تحته على طول بنوعد عندهما على طول وهما بيهو هو موجود تحتنا ها هو ساكن في الدوري تارق مش ساكن في الريفري ساكن في العمارة والحاجة ده اتمت في العمارة يعني هو عارفكم البنت عارفين نا 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 يعني أنا عارف مصري منين يدعمل معانا ليه أصلا ذات عشان جراني لا ما بدعملش مع المصريين عشان خايفين على حاجات ازاي كده احنا بندعمل مع بعض سودانين ما بدعملش مع المصريين خالص لا ما ولا عارف ولا يعرف ولا هزه ساكن في العربة لكن إنهم مصري لا طبيعيحنا سودانين ما بدخلش مع المصريين ده حاجة الليه طبيعيحنا سودانين عشان مش عايزين مستامل هناك أمان طبعا احنا عزرينها تماما وانا شخصيا بقولكم احنا المفروض ما نزعلش منها يا جماعة هي ام وفي حالة نفسية سيئة وبنتها اتعرضت لامر مأساوي مفيش اي عقل يقدر استوعبه فبكل تأكيد هي مش مسؤولة عن كل الكلام اللي هي بتقوله بنسبة 100% وياريت ان احنا ما ناخدش الموضوع من زاوية عنصرية وان احنا ننظر لي نظرة انسانية بندعي للام من كل قلوبنا بالصبر والسلوان وباذن الله ان القضاء المصري يحقق لهم العدل ويقتص من المجرم اللي اعتدى على بنتهم باسوأ طريقة وانهى حياتها وبكده نكون وصلنا لنهاية حكايتنا بشكركم جدا على المشاهدة لو بتحبوا النوع ده من المحتوى ما تنسوش تعملوا سبسكرايب واتفعلوا الجرز علشان يوصلكم كل جديد وتستنوني كل يوم سبت واثنين واربع وحكاية جديدة سلام اشتركوا في القناة